فيه قرار غريب جداً 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 من الاتحاد المصري لقرية القطر مفيش مانع أبداً أنك تطور مفيش مانع أبداً أنك تجاري أو تنافس الدوريات الأخرى ولكن الحقيقة الواحد استغرب جداً من القرار اللي تلع بالنسبة لدور المحترفين أنا عن نفسي مقتنع جداً جداً بدور المحترفين أو درجة أياً كان المسمى الدرجة الثانية الممتاز به أنه يكون من مجموعة واحدة عدد معين من الفرق يوصل 18-20 مفيش مشكلة فده شيء إيجابي يكون عندك الممتاز ألف عندك 18 فريق عندك كمان الممتاز به أو درجة المحترفين من 20 فريق ما عندناش أي مشكلة خالص الحقيقة لما أي حد بيعمل بروجيكت أو بيعمل مشروع لازم يكون عنده دراسة كاملة لهذا المشروع الحقيقة من الواضح جداً أنه ما كانش فيه دراسة وفية لموضوع دوري المحترفين يلا جماعة نعمل دوري المحترفين يلا يلا وكان فيه مشاكل كثيرة جداً الأسبوع اللي فات في اتحاد الكرة مع رأساء أندية من الدرجة التانية وفيه ناس موافقة وفيه ناس رفضة لأن الحقيقة ما كانش فيه سيناريو واضح وما كانش فيه بلان واضح لهذا الدوري دوري المحترفين من كم فريق؟ قالك 20 فريق طب على مستوى الرعاة هل عندك رعاة لهذا الدوري ما بين قصين كده أو علامة استفهام طيب عندك تسويق على مستوى التليفزيون لا لسه علامة استفهام طيب حق الرعاية بتاعت الأندية اللي دخلة لأن فيه أندية حتنافس للصعود للدوري الممتاز وبالتالي محتاجة إمكانيات مادية هل عندك هذه القدرة المادية برضو علامة استفهام فالحقيقة كان علامات استفهام كتيرة جدا لكن الطامة الكبرى يعني بسميها الطامة الكبرى أن الدوري اللي تحت دوري المحترفين اللي هو الدرقة الثانية بقى أو الثالثة أيا كان مسمى أن فيه قالك أن الدوري المحترفين ده 20 فريق هيصعد أول اتنين فيه للدوري الممتاز تمام طب والثالث ما جابشه صرف الثالث يعني هم أول اتنين هيصعدوا للدوري الممتاز طب ناقص فريق قالك الفريق اللي هيصعد ده هيبقى من دوري الدرجة الثالثة نعم من دوري الدرجة الثالثة فأنا أول ما سمعت كده الحقيقة فكروني ورجعوني زمان قوي وأنا صغير كنت شاطر شوية في الابتداء يعني فكان ساعتها بياخدوا خمسة وستة مع بعض يعني خمسة ابتداء وستة ابتداء مع بعض فبياخدوه عشان يطلع أولى إعداد فظاهر حد من الاتحاد كان عنده عنده الفكرة دي فقال لي قلاص الدرجة الثالثة ياخد التالثة وتانية مع بعض ويطلع الدرجة الأولى الممتازة حقيقة استغربت جدا وأنا قاعد مع فريق الإعداد يا جماعة تأكدوا الكلام ده صح أي يا كابتن الكلام ده صح يعني فريق من الدرجة التالثة حينطة نطة كبيرة جدا هيعدي دوري بحاله اللي هو دوري المحترفين أو الدرجة التانية عشان يكون موجود في الدوري الممتاز أيها الكلام ده يعني هو ده الكلام اللي تقال طيب إزاي طيب إزاي قالوا لي هو دوري للدرجة التالثة عبارة عن ست مجموعات فمع نهاية الدوري دوت أوائل الست مجموعات حيلعبوا دورة سوداسية والدورة السوداسية دي البطل منها حيوصل حينط نطة كبيرة أوه فيلعب في الدوري الممتاز فالحقيقة قرار غريب جدا وللأسف يعني ما فيش أي دور في العالم يعني ما فيش ما فيش حتة في العالم تقدر تقول طب إحنا خدنا دي من من أسيوبيا طب خدناها من كينيا لا إنت الكلام ده مش موجود في العالم كله يعني عشان تقول إن الكلام ده اتطبق في حتة أو إحنا بقى بنخترح حاجة جديدة لكن فيها ظلم كبير جدا لحقيقة يعني فيها ظلم للراجل اللي تعيب في دور المحترفين وطلع في المركز الثالث طب على أقل تقدير على أقل تقدير إن اللي في المركز الثالث ده في دور المحترفين هيكون على الأقل عنده فرصة فرصة اسمها البلاي أوف إن يلعب مع بطل الدورة السوداسية اللي حضرتك هتعملها في دور الدرجة الثالثة مع أني برضو هيكون فيها علامة استفاهم إن ما فيش فريق من الدرجة الثالثة ينط على طول للدرجة الأولى أو الدور الممتاز ولكن حتى لو كانت الفكرة كده ما تحرمش الفريق اللي هو محارب في دور منتظم جدا دور المحترفين ودور قوي في المركز الثالث إنه خلاص المركز الثالث ده أكنك مش موجود لا ما تدينه الفرصة إنه يلعب بلاي أوف يعني خليه الثالث دو جماعة هيلعب مع بطل الدورة السوداسية اللي موجودة في دور الدرجة الثالثة هيلعبوا مباراة فاصلة ما بينهم على أساس هذا هذه المباراة بتأهل الثالث اللي هيصعط للدور الممتاز ترجمة نانسي قنقر